مع الزميل محمد العطرش من داخل منزل الأسير عباس شبانة تقلب عائلته صور الإفراج عنه قبل أكثر من عامين وتستذكر لحظات لا تغيب عن مخيلتها لحظات الإفراج عن نجلها بعد عشرين عاما من الاعتقال عانق عباس الحرية في صفقة وفاء الأحرار وأعاد الاحتلال اعتقاله ورفاقا له أفرج عنهم إلى الضفة الغربية بعد عملية اختطاف وقتل المستوطنين في الخليل كان ملزم بشروط الصفقة اللي كانوا حكينها إله أنه كان كل شهرين ينزل على الارتباط يوقع وكان محطوط له أنه ما يغادر الخليل ما غادرش الخليل نهائيا خلال هذه السنتين المصر اللي كان موجودهم واعتقال تعسفي لأنه ما أخلش بهذا الشروط عباس التحق بالدراسة الجامعية التي تفوق فيها وكونا أسرة باتت اليوم تفتقده حيث كان مغيبا عند ولادة نجله عبد الله والوسيط الألماني والوسيط المصري وين هم اللي راحوا وين كرمتهم وين كلامهم وين رجلتهم اللي وقفوا على كلامهم يعني هم لو أنه وقفوا مظبوط ما أخدهمش اليهود بس هم ساكتين لازم الكل يوقف معهم لأنه ما دول بدأ دافعوا عن الوطن عن الكل لا يرقب الاحتلال بالفلسطينيين إلا ولا ذمة فمن الحرر في وفاء الأحرار عاد اليوم للسجون تنتظر عائلاتهم تدخل الوسيط الذي أشرف على هذه السبقة لكي لا يعيد الاحتلال لمن تبقى أحكامهم الأسرى المفرج عنهم بموجب وفاء الأحرار يحتجز الاحتلال ما يقرب من ستين منهم وعاد أحكاما لبعضهم كانت آخرهم الأسيرة بشرى الطويل فيما يتخوف الآخرون من الإبعاد أو إعادة المؤبدات لهم في ظل غياب أي حل سياسي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الحكومي هو مطالب بالتحرك الجاد والتحرك الرسمي من أجل أن يكون هناك موقفا جادا بخصوص الذين تم اعتقالهم خصوصا أن أغلب المعتقلين هم من محرارين ضمن اتفاقية ولا يوجد عليهم قضايا وإنما هم موقوفين ومعتقلين ومحتجزين سياسيا محاولة صهيونية يرى الفلسطينيون أنها تأتي للضغط عليهم وسحب أي إنجاز للمقاومة وورقة مساومة في أي صفقة مرتقبة لكن لسان حال المحررين المعاد اعتقالهم يقول لن يغلق باب السجن على أحد قناة اليرموك الفضائية محمد الأطرش الضفة المحتلة